عشر ألواع من البابغاوات المتكلمة ستراها في هذا الفيديو أولاً بابغاء الدرة الهندية أو بابغاء الدرة المطوقة بجميع اتصاراته وهو بابغاء متكلم ويستطيع هذا البابغاء حفظ بعض الكلمات البسيطة يصعب عليه النطق بالكلمات الطويلة أو بالجمل الطويلة سنأتي إلى بابغاء آخر وهو بابغاء اللوري إنه بابغاء رائع وهذا البابغاء يحتاج إلى عناية كبيرة وهو مثل الدرة الهندية فهو يتكلم بعض الكلمات أيضاً من البابغوات المتكلمة من الدرجة الأولى وهو بابغاء الكاسكو الأفريقي الرمادي وهو متكلم بطلاقة ويعد أفضل بابغاء في العالم يستطيع هذا البابغاء أن يحفظ لأكثر من مئة كلمة وينطق الجمل الطويلة وعنده ذاكرة فذة وهو من أذكى الطيور على وجه الأرض نأتي إلى البابغاء الرابع وهو بابغاء الرزلة وهو متكلم بدرجة بسيطة ثم نأتي إلى بابغاء مكاو وهو من أروع البابغوات وهو متكلم أيضاً بطلاقة ولكن بابغاء الكاسكو يتفوق عليه في الكلام سعره يصل إلى خمس وأربعين ألفاً نأتي هنا إلى بابغاء الأمازون وهو من البابغوات الفصيحة البابغوات المتكلمة بل إن البعض يرى أنه أفضل من بابغاء الكاسكو فهو يتكلم بطلاقة ويستطيع أن يحفظ الكلمات الطويلة والجمل الكبيرة إنه بابغاء الأمازون يستطيع أن يحفظ الفاتحة أو يحفظ صوراً من صور القرآن ثم نأتي إلى بابغاء الكاكاتو وهو من البابغوات البهلوانية يحب المرح كثيراً انظر إلى أفعاله وتصرفاته إنه يحب المرح كثيراً وهو متكلم أيضاً ينطق بعض الكلمات وبعض الجمل القصيرة وهذا هو بابغاء الصين كونيور الصين كونيور بابغاء الشمس هذا البابغاء أيضاً متكلم يتكلم بعض الكلمات القصيرة ولا يستطيع أن ينطق الجمل الكبيرة وهو من البابغوات الجميلة نأتي هنا أيضاً إلى بابغاء الكويكر أو بابغاء الراهب وهو من البابغوات الجميلة وهو متكلم أيضاً ولكن ينطق بعض الكلمات القصيرة نأتي هنا إلى هذا البابغاء الرائع بابغاء الإكليكتوس وهو من أروع البابغوات في جماله وألوانه الساحرة الخاطفة للأبصار وهو متكلم أيضاً أعد هذا البابغاء من أروع البابغوات ومن أسهل البابغوات إذ يسهل عليك أن تعرف الفرق بين الذكر والأنثى فلون الذكر يكون أغضر ولون الأنثى تكون حمراء في نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه لكم ولا تنسوا الأعجاب والاشتراك ترجمة نانسي قنقر